فرصة كبيرة للي حابب يشتري عربية جديدة بسعر كويس من مزاد مصلحة الجمارك اللي هيتعامل في 19 سبتمبر المزاد الجديد اللي بيع 25 له سيارات موديلات متنوعة مارسيديس وطيوتا وشفرولي وماركات تانية كتير ازاي تشتري عربية من المزاد ولازم تاخد بالك من ايه وايه الخطوات والورق المطلوب تابع معنا الفيديو واعرف التفاصيل النوع ده من المزادات مش جديد وبيحصل كل كم شهر وبيخش في المزادات دي التجار الكبار والاشخاص العاديين يعني ممكن تلاقي العربية اللي بتحبها وبسعر منافس ممكن يكون اقلب كتير من سعر العربية في السوق العربية دي جات منين وايه الضمان انها زيره وورقها سليم سيارات الجمارك اللي بتتباع في المزاد بتكون حالة من ثلاثة اما تم التنازل عنها لصالح مصلحة الجمارك او عربيات صدر حكم بمصادرتها في قضاء تهريب جمركي او عربيات اصحابها ما سحبهاش من الجمرك واصبحت ملك للمصلحة طب ازاي يقدم في المزاد واشتري عربية اول خطوة تعمل مشوار تعاين فيه العربيات في ساحة سيارات الجمارك بمطار القاهرة لو عجبتك عربية ودخلت دماغك خش على الخطوة التانية تشتري كراست الشروط اللي فيها كل التفاصيل بمبلغ ربعمية جنيه من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية وده موجود في سبع شارع دكتور محمد حامد فهمي وصد بنك في صلف الدقي تالت خطوة تحضر المزاد في اليوم المحدد وتزايد على العربية اللي عجبك المزاد بيتم في قاعة الناد المصري بالقاهرة في عين الصيرة جنب حديقة الفستات الساعة 12 الظهر في جلسة المزاد بتقدم بطاقة الرقم القومي ولو عايز تشتري لط يعني اكتر من سيارة بقديم بطاقة ضربية وده بيبقى للتجار لو تاجر وهتشتري لط بتسد التأمين ابتدائي 10 تلاف جنيه ما بيتردش إلا بعد انتهاء جلسة المزاد ولو مرساش عليك لط السيارات بتسترد مبلغ التأمين ولو رسي عليك بيتخسم التأمين من سعر العربية لكن تمن كراس الشروط لا يسترد في كل الأحوال اللي بيرسع عليه المزاد بيدفع 30% تأمين نهائي من تمن الصفقة وبيستلم أسيمة سداد وأخيرا بتدفع باقي المبلغ اللي هو 70% من تمن العربية خلال 15 يوم في البنك الأهلي أو بنك مصر أو القاهرة أو في خزينة الجمارك وبتفضل شوية إجراءات إدارية بسيطة لاستلام السيارة خلال 15 يوم لو ما حضرتش لاستلام في المعاد بيتم تحصيل 1% من قيمة الصفقة عن كل يوم تأخير بحد أخصى 7 أيام لو ما استلمتش بعد المدتين دول بيتلغي التعاقد والجمارك بتصادر مبلغ التأمين ولو حصل المراد وربنا رزقك بالعربية اللي بتتمنها بتستلمها ومعها صورة معتمدة من عقد البيع وإختار من الجمارك مواجه للمرور خد بالك الإختار ده مهم وبيبقى فيه بيانات العقد وبيانات المشتري وعنوانه وبيانات العربية ونتيجة الفحص الفني يرسل معاك بصحبة مندوب جمركي وليس بالبريد لتسليمه للمرور المشتري بيروح أخيراً للمرور التابع لمحل إقامته برقم الإختار الصادر وبيمشي في إجراءات الرخصة وليك عندي في النهاية نصحتين الأولى تعاين العربية كويس قوي وتبقى عارف سعرها في السوق ووقت الشراء التانية خليك حريص أنك تحط لنفسك سقف أو حد أقصى للسعر تقف عنده في المزاد قلنا هل بتفكر تشتري عربية جمرك؟ واسألنا على أي تفاصيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر